اهلا بكم جديد في اليمن حضرت الميليشيات الحوثية نشاط ثلاث منظمات دولية وقال مصدر في مكتب منسقية الشؤون الإنسانية في الميليشيات قال إن الميليشيات أوعزت لجهاز الأمن القومي حضر عمل هذه المنظمات بذريعة المساسي بالأمن القومي اليمني وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب كانت وجهت مذكرات رسمية لمسؤولي مكاتب تلك المنظمات تلزمهم فيها بضرورة إبلاغها مسبقا بأي نشاط تعتزم تنفيذه لدراسته والبت فيه وكشفت مصادر مقربة من ميليشي الحوثي أن الميليشيات شكلت فريقا من المشرفين والمراقبين على عمل المنظمات ولا تسمح لأي منظمة دولية أو محلية بالتحرك للعمل إلا بوجود مراقبين منها إلى ذلك كشفت مصادر أمنية في صنعاء عن استخدام الميليشيات الحوثية قاطرات للنقل تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لنقل عتاد حربي وذخائر من الحديدة إلى صنعاء أوضحت المصادر أنه تم رصد عدة قاطرات في منطقة الصباحة المدخل الغربي لصنعاء وهي محملة بعتاد خاص بالميليشيات مخفية تحت أغطية تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي ترجمة نانسي قنقر